لكن هناك نوع خاص من العلماء هم أرادوا أن يكونوا من أهل الشهرة فلا يمكن أن تأخذ الشهرة بغنمها ولا تأخذ من غرمها شيئا ما يمكن الشهرة هي هكذا للأسف الشديد فغنمها أنه تصبح لك كلمة مسموعة يمكنك من خلال لا أتكلم عن الغنم بمعنى المصلحة الشخصية التي تأتي للعلم لا لا ليس هذا الغنم بمعنى صارت لك كلمة مسموعة إذا أفتيت تبعك الناس إذا قلت كلمة اتبعك عليها الناس هذا غنم لهذه الشهرة لكن غربها أيضا هو أن الناس يعني يضعون أنظارهم متوجهة مناظير مش أنظار مناظير عليك في كل شاذة وفاذة ما قولك فيها صحيح أنك لن تتكلم في كل شاذة وفاذة لأنك لست وكالة أنباء أنت أعلم لكن حين تكون القضية مثل هذه هذه القضية أكبر من كبرى هذه القضية ثم هي مستمرة أكثر من شهر ونحن في هذا يعني مستمرة لمدة طويلة والناس نموت والمسلمون يموتون والناس يسألون يريدون أن يعرفوا كيف نناصر القضية مثلا كيف نفعل فأنت إذا كنت مشهورا أنت مطالب بما لا يطالب به غيرك ولم صراحة يعني بأن الناس دخل في نقاش هل هذا الكلام لنقول الموقف كما يعبر عنه اليوم هل هو من قبيل فرض العين أو فرض الكفاية أنا حقيقة أن أخوض في هذا لماذا؟ لأنه لو فرضنا تنزلا أنه فرض كفاية فالكفاية لم تحصل صحيح الكفاية لم تحصل تقول لي متى تحصل الكفاية هذا نعرفه بالواقع ما دام الناس ما يزالون ينتظرون كلاما توضيحا بيانا فتوى ردا ردا لشبهات خصوصا نشرا للوعي الصحيح ما قد يقول فرض عيني في حقك أنت أيها العالم ممكن نعم فالكفاية لم تحصل ولذلك في العلماء ما يزالون مطالبين بهذا الذي نذكره ولذلك في الحقيقة اتركني من قضية هل هو فرض أه ليس فرض عين خلاص إذا لم يكن فرض عين فلا أفعله لا ننظر هل الكفاية تحصل أو لا تحصل لم يكن لك رأي إذا كل قضية ليس فرض عين صحيح ثم مسألة أخرى نسيتها أيضا في قضية الشهرة وكذا بعض العلماء ليس عنده لا نقول عنده شهرة فقط بل عنده قدرة على التأثير في القرار السياسي لأنه شخص مشهور منظور إليه محترم في دوائر القرار عند أصحاب القرار له قدرة على التأثير بشكل معين إذا قال الكلمة فليست ككلمة غيره فمثل هذا يتعين عليه أن يتكلم لأنه يعلم علم اليقين أنه سيقول ما سيسمع وما سيكون له تأثير والتأثير هو هذا يعني لا أعترف بقضية المؤثرون لهم لهم يعني عندهم عدد ضخم من المتابعات هذا لا يعني شيئا التأثير هو التأثير في الأفكار القدرة على تغيير الأفكار نحو الأصلح بطبع الحالة التأثير للمحمود هناك تأثير مذمون فالذي يؤثر في أفكار الناس بشكل أو بآخر سواء كثرت متابعات أو لم تكثر فهذا هو المؤثر حقا وكثير من العلماء هم من هذا النوع أنا في الحقيقة لا أريد أن أذكر الأسماء لكن هم سيعرفون أنفسهم سيعرفون أنهم إذا تكلموا لن يكون لكلامهم نفس التأثير الذي لكلام غيرهم وذلك حقيقة أرى أنهم مقصرون في هذا